تفقد رئيس مجلس دارة صندوق صيانة الطرق والجسورة المركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس معين الماس الأعمال القائمة لمراقبة الأحمال الزائدة لمركبات النقل الثقيل المخالفة للقانون في محطة الوزن المحورية الواقعة في طريق الرحاب بمديرية خور مكسر واستمع الماس إلى شرح عن ما هي الأعمال التي حققتها المحطة في رصيد وتفريغ الحمولات الزائدة والتعامل معها حسب الإجراءات القانونية اللازمة وشاد الماس بالجهود التي يبذلها فريق المحطة وجميع فريق العمل في المحطات على مستوى المحافظات المحررة